السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين اهلا بكم في هذه الجولة من حديث صحافة وجولة عبر مختلف الصحف الوطنية وكذلك الدولية ونبدأها مشاهدنا مع صحافتنا الجزائرية ومختلف الصحف الوطنية التي سلطت الضوء على ترشح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة ثانية ودعم مختلف الأحزاب السياسية لهذا الترشح ونبدأها مشاهدنا الكرام مع جريدة المساء وكتبت في هذا العنوان جبهة دعم الرئيس تبون تتوسع وجاء في تفاصيل هذا الخبر أنه بعد استجابته لنداءات الترشح لعهدة ثانية استكمالا لبناء الجزائر الجديدة وجاء أيضا بأن الأمين العام للتجمع الديمقراطي مصطفى يحي قال بأن ترشح الرئيس تبون لعهدة ثانية سيحقق مكاسب من ذهب بن مبارك مشاهدنا دعم الرئيس تبون أملته الحصيلة الإيجابية للعهدة الأولى من جهته بطبيق قال الانتخابة الرئاسية المقبلة هي خطوة لدعم استقرار الدولة وقال أيضا بن جرينا من جهته رئيس حركة البناء الوطني الرئاسيات هي حجر الزاوية لاستكمال بناء الجزائر الجديدة حزب تج قال الرئيس تبون تحمل مسؤولية جسيمة في عام 2019 وهو جدير بالدعم كما أن اتحاد التجار يرحب بترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثانية وأعيان عشائر وادي مزاب يدعمون ترشح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة ثانية ننتقل والآن مشاهدين الكرام إلى جريدة المشوار السياسي ودائما في نفس السياق كتبت الرئيس تبون استجاب لنداءات الوطن الأغلبية من أجل الجزائر تؤكد جهزيتها لإنجح الرئاسيات وجاء أيضا استكمال مصاري التنمية والإنجاز هو خيار هام وقال بنغرينا أيضا بأن قطار الجزائر على السكة الصحيحة وحزب والفجر الجديد نعم لمواصلة مصار الجزائر الجديدة كما تناولت أيضا مشاهدين الكرام جريدة والمشوار السياسي هذا العنوان الذي يخص الشأن السكني وقالت أنه بعد أسبوع واحد من فتح التسجيل ارتفاع قياسي في اكتتاب عدل ثلاثة أين أعلنت وزارة وساكن مشاهدين الكرام بأن أكثر من مليون ومئتين وسبعة وخمسين ألف مكتتب سجلوا عبر المنصة الرقمية لبرنامج عدل ثلاثة وذلك منذ يوم الجمعة الماضية أي ما يقارب من أسبوع على فتح المنصة في برنامج عدل ثلاثة ننتقل بكم الآن مشاهدين إلى جريدة أخبار الوطن وكتبت بأن الرئيس تبون يحتكم إلى الشعب وجاء في هذا المقال الذي ظهر مشاهدين الكرام في الصفحة الأولى لجريدة أخبار الوطن بأن مدير ديوان في رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام قام ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس الماضي بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية وذلك استعدادا للترشح للرئاسية المقرر إجراؤها يوم السابع من سبتمبر المقبل والتي لاقت مشاهدين مثل ما قلنا في مختلف الجرائد لاقت دعما كبيرا من مختلف الأطياف السياسية هنا في الجزائر أيضا كتبت جريدة أخبار الوطن بأن حنون تعلم أو تعلن مشاهدين الكرام انسحابها من سباقي الرئاسيات في اختتام اجتماع المكتب السياسي أين أعلن مشاهدين الكرام حزب والعمال عن قرار الرئيسة أو مع قرار متعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة فقد قررت الأمينة العامة لحزب العمال للويزة حنون الانسحاب من سباق الرئاسيات المقرر يوم السابع من سبتمبر المقبل طبعا جاء هذا القرار وفق بياني الحزب الذي قال فيه أن حنون أعلنت عن هذا القرار خلال فيديو نشرة عبر الصفحة الرسمية للحزب على موقع فيسبوك طبعا كتبت مشاهدين الكرام في عنوان آخر جريدة أخبار الوطن في عنوان بالبند العريض مجزرة وحشية راح ضحيتها أربعمائة فلسطينيين بين شهيد وجريح الكيان والخذلان يبدان قطع غزة طبعا في إشارة إلى المجزرة التي وقعت يوم أمس في قطع غزة ورح ضحيتها أكثر من أربعمائة فلسطينيين وقعوا بين قتيل وجريح ننتقل مشاهدنا الآن إلى جريدة الغد وكتبت أو في الحوار مشاهدين الكرام وكتبت في هذا العنوان الذي دائما يخص وترشح رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون لعهدة ثانية وجاء فيه ترحيب واسع بترشح الرئيس تبون لعهدة ثانية أحزاب ومنظمات وجمعيات تباشر جمع التوقعات وتؤكد جاهزيتها لإنجاح الرئاسيات ائتلاف الأحزاب مستعدون لإنجاح حملة مرشحين وإشادة بالإنجازات المحققة في ظل الجزائر الجديدة بالإضافة إلى انتلاق قوافلي جمع التوقعات لصالح المترشح عبد المجيد التبون كتبت مشاهدين الكرام جريدة والحوار في عنوان آخر تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى تضامنا مع فلسطين وجاء هذا على إثر إعلان وزارة الثقاء الثقافة مشاهدين الكرام تأجيل كل المهرجانات الكبرى وذلك تضامنا مع فلسطين ننتقل بكم الآن إلى جريدة الغد مشاهدين الكرام وفي عنوان طبعا يخص العنوان الماضية الذي ظهر في جريدة الحوار الجزائر فلسطين في انتظار لحن الحرية إلغاء كل المهرجانات الصيفية وتكييف النشاط الثقافي مع الوضع بقطع غزة وكتبت أيضا بأن هناك دولة مطبعة رقست مع الكيان على ألحان النجوم في عز الحرب على قطع غزة طبعا جاء هذا العنوان مشاهدين الكرام بعدما قام وفد من جمعية شراكة المغربية بزيارة إلى القدس المحتلة أين تم إقامة حفل مع أطياف من الكيان الإسرائيلي وذلك أثناء الحرب الواقعة داخل قطاع غزة ننتقل والآن مشاهدين الكرام أو نبقى دائم المشاهدين في جريدة الغد وكتبت أيضا بخصوص ترشح رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون لعهدة ثانية عزم على استكمال مسيرة البناء أين اعتبر الرئيس إنجازاتي خمس سنوات من العمل هو انتصار للجزائريين في عنوان آخر مشاهدين الكرام في جريدة أفريكا نيوز جاء في هذا العنوان الذي قالت فيه بأن دعم عهدة ثانية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ودعوة إلى توجه بقوة إلى صندوق الاقتراع اعتلاف الأحزاب الأغلبية من أجل الجزائر قالوا بأن أو دعموا عهدة ثانية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ودعوة إلى توجه بقوة إلى صندوق الاقتراع وكتبت أيضا مشاهدين الكرام جريدة المصار العربي في هذا العنوان الذي سيظهر والآن مشاهدين في جريدة المصار العربي كتبت اعتلاف الأحزاب الأغلبية من أجل الجزائر يؤكد جاهزيته لإنجاح رئاسياتي السابع من سبتمبر القادم وكتبت في عنوان آخر مشاهدين الكرام بالبوند العريض موجة حر في العديد من ولايات الوطن أين أعلن ديوان والوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له يوم أمس عن استمرار موجة الحر عبر عدة ولايات من البلاد حيث من المرتقب أن تصل درجات الحرارة أو تتجاوز درجة 49 مئوية محليا ننتقل والآن مشاهدين إلى المواقع الإلكترونية واخترنا لكم هذا العنوان من موقعي النهار الأغواط وضع حد لجماعة إجرامية دولية وحجز 44 كيلوغرام من الكوكايين أين تمكن أفراد والفرقة الأبحاث لدرك الوطني بولاية الأغواط تمكنوا من وضع حد للنشاط لجماعة إجرامية منظمة عبر للحدود وتقوم بالنقل والتخزين والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات عبر كامل التراب الوطني وتعود حيثيات هذه القضية مشاهدين إلى قيام عناصر الفرق الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بولاية الأغواط قامت بتفتيش مركبة سياحية من نوع داسيا دوستر على مستوى طريق الوطني رقم واحد الرابط بين ولاية الأغواط وكذلك ولاية الجلفة أين تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة متمثلة في مادة الكوكايين تقدر بأكثر من 44 كيلوغرام على شكل صفائحة مخبأة بعناية في السيارة على مستوى المركبالية محجزها وتوقيف السائق وكذلك سبعة آخرين ضمن هذه الشبكة الإجرامية المنظمة ننتقل والآن مشاهدين إلى موقع الخبر وجاء في هذا العنوان ضباط لتسهير قطاعات سيادية استراتيجية أين جاء في تفاصيل هذا المقال بأن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوما رئاسيا يفتح من خلاله المجال للضباط العمداء وكذلك الضباط السمين لشغل الوظائف العليا في الدولة أو بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد وبالتالي يكون والرئيس عبد المجيد تبون قد رسم ما لمح له العمل ماضي عندما شدد على ضرورة أو إمكانية منح تسهير قطاع المياه وقطاعات حساسة أخرى لإطارات متخصصة من مؤسسة الجيش ومن هذا المنطلق فإن وزارة الدفاع الوطني مشاهدين الكرام ستشرع في انتقاء الإطارات المؤهلة لتعيينها في مناصب مدنية بعد موافقة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون شخصيا على هذا القرار ننتقل والآن مشاهدين إلى موقع الشعب وجاء في هذا العنوان رخروخ يدعو لتسريع أشغال تطوير شبكة الطرقات بالجزائر العاصمة أين أكد وزير والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ يوم أمس بالجزائر العاصمة أكد على ضرورة تسريع شركات الإنجاز لوطرة الأشغال بمشاريع تطوير شبكة الطرقات في الجزائر العاصمة وذلك بهدف التخفيف من الازدحام المروري مع الدخول الاجتماعي المقبل جاء ذلك مشاهدين خلال معاينة رخروخ رفقة والي ولاية الجزائر العاصمة عيناء الورشات العمومية والمنشآت القاعدية بالعاصمة والتي من شأنها المساهمة في توسيع شبكة الطرقات وتخفيف الضغط المروري عليها ننتقل والآن مشاهدين إلى المواقع الدولية واخترنا لكم هذا العنوان من موقعي الجزيرة والذي دائما ما يتناول مشاهدين أبرز الأحداث فيما يتعلق بالحرب على قطع غزة أين كتبت حماس تعلن سلامة الضيف وإسرائيل تؤكد استمرار الحرب جاء في تفاصيل هذا الخبر الذي ظهر في موقعي الجزيرة بأنه في اليوم المائتين والثاني والثمانين من العدوان الإسرائيلي على قطع غزة زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن مجزرة المواصي استهدفت القيادي في كتائب القسام محمد الضيف فيما نفى القيادي في حماس خليل الحية للجزيرة إصابة الضيف وأكد أنه بخير وبصحة جيدة فيما قال نتنياهو إن إعادة الأسرى لن تتم إلا بضغط عسكري وسياسي مزدوج وأكد تمسكه بالشروط التي أعلنتها للتوصل لصفقة في إشارة إلى مواصلة الحرب على قطاع غزة نبقى دائما في الشأن الفلسطيني مشاهدين ومن موقعي القدس العربي جاء في هذا العنوان تسعين شهيدا ومئات الجرح بين النازحين في مواصي خان يونس والاحتلال يدعي استهداف الضيف جاء في تفاصيل هذا الخبر بأن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت يوم أمس ارتفاع حصيلة الشهداء في القصف الإسرائيلي على النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع ارتفعت إلى تسعين شهيدا بالإضافة إلى ثلاثمائة جريح وفد شهد عيان بأن طائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على منطقة دوار النص الواقعة ضمن منطقة دوار النص الواقعة في مواصي غربية مدينة خان يونس وأضح الشهود أن المنطقة المستهدفة يتكدس فيها الألاف من النازحين الفلسطينيين أين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارة أدت إلى شهداء عدة تسعين شهيدا وأكثر من ثلاثمائة جريح والحصيلة مرشحة للارتفاع ننتقلوا الآن مشاهدين إلى موضوع آخر من جريدة الشرق الأوسط جاء هذا العنوان ترامب ينجو من محاولة اغتيال ومقتل منفذ الهجوم قال إن رصاصة اخترقت الجزء العنوي من أذنه اليمنى أين أصيب مشاهدين الكرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس بجروح في أذنه خلال إطلاق نار على تجمع انتخابي حاشد في محاولة اغتيال من شأنها تأجيج المخاوف من عدم استقرار قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وشهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقد تلطخ وجهه بالدماء في أعقاب إطلاق نار بولاية بانسلفينيا الأمريكية فيما قتل المشتبه به وأحد المرة وأصيب اثنان آخران من الحاضرين بجروح بالغة وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاهدين الكرام إنه بخير بعد أن سحبه عملاء الخدمة السرية على منصة بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بانسلفينيا الأمريكية طبعا مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تناولتها مختلف صحفنا الوطنية وكذلك الدولية أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله